ازايكم يا شباب اهلا بكم في فيديو جديد من لعب باب جي موبايل النهاردة هقول لكم مهمات الاسبوع الخامس في السيزيون الاتناشر اول موسم الاتناشر انا طبعا اتأخرت في نزولها لان كده كده لما بنزلها اول ما بتفتح عندي بيبقى في الناس المفتوح عندهم بيشوفوها على طول يعني فانا اخرتها يعني قبل ما تفتح بيومين يكون الناس خلصوا مهمات الاسبوع الرابع ومستنين مهمات الاسبوع الخامس تمام اه طبعا الاسبوع الرابع عندي خلصان زي ما انتم شايفين وهفتح دلوقتي الاسبوع الخامس وهوريكم مهمات الاسبوع الخامس عشان ما تقولش عليكم بس انا عرفتكم السبب بتاع التأخير اختار مهمة من التلاتة دول اكمل عشر مباريات مع الاصدقاء في الوضع الكلاسيكي او اكمل الاربعتاشر مباريات خلالتها وجودك في فريق مع الاصدقاء في الساحة او اكمل تمام مباريات في الوضع الحمولة مع الاصدقاء برضو. تمام? لازم يكون مع الاصدقاء في التلاتة. ماشي? طبعا دي سهلة يعني. اه كن بقى الحق الف وخمسمية من الدرر في مباراة واحدة في الساحة. دي سهلة. لو هتقتلك حداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر. دي سهلة. اه ابقى على قيد الحياة مدة مية دقيقة في الوضع الكلاسيكي. تمام? دي هتفضل كل جيم بتعمله بيتحسب لك يعني. بس مش لازم تخلصها في الجيم دقيقة بتخلص في جيمين تلاتة مسلا. مو من انت تبقى مية دقيقة في آآ على قيد الحياة. احمل اعضاء فريعة في المركبة المسافة تبلغ عشر تلاف متر في الوضع الكلاسيكي. يعني سوق العربية وخلي صاحبك يركبوا معاك. اتفسحوا بيها عشر تلاف متر بقى برحيبك يعني. افتح خمس امدادات جوية في الوضع الكلاسيكي. طبعا تفتحوا الدرب بخمس مرات او في يعني. سواء بقى في جيم في جيم برحيبك. التاقط جنبلة دوية خلال عشرين مباراة في الوضع الكلاسيكي دي بتخلص واحدة واحدة انا طبعا ما بلعبش كتير. في يعني العشرين جنبلة لازم يكونوا في عشرين مباراة. تمام? ام. التاقط اه صدرية عسكرية المستوى تلاتة خلال عشر مباريات في الوضع الكلاسيكي. طبعا لما تاخد سواء لعيد بقى الدرع تلاتة او لعيد او فتح تدروب عشر مرات. مو من انت تتجمع تلاتة اه تجمع درع مستوى تلاتة عشر مباريات. تمام? اه اختار من التلات مهمات الجايين دول. اهبت على اي سطح في سكول تلاف مرات. اهبت على اي سطح في هاتينة اللي هي في سان هوك تلاف مرات. اهبت على اي سطح في اه ووتر تريتمينت ميرامار تلاف مرات في الوضع الكلاسيكي. تمام? اقت العشر اعداء باستخدام اس كي اس في اي وضع. ممكن تنزل الوضع المستودع. اللي هي الفرق المميتة والكلام ده وتختار الاس كي اس وتقتل بي. اه اقت العشرين اعداء باستخدام يو ام بي خمسة واربعين في اي وضع. برضو في اي وضع دي معناها انك تنزل وضع الساحة وتختار اللي هي الفرق المميتة. تختار اليو ام بي قبل ما تنزل اليو ام بي خمسة واربعين. واعمل عشرين كل في جيم اعملهم في جيمين هيخلصوا معك على طول. بس علشان ما تقولش عليكم الفيديو ما يكونش طويل. انا قلت لكم مهمات الاسبوع الخامس. وهي فضل لها كده ومكتوب واحد يوم. بس اليوم ده من اسبوع لهم لسه يعني ايه? اقل من تمانية واربعين ساعة. يعني يوم اللي حاجة بسيطة ايه. تمام? وقلت لكم سبب التأخير في ان انا اقول لكم المهمات دي ليه ما قلتهاش اول مفاتح الاسبوع يعني. اه لان كده كده اللي مفتوح عندهم اه شافوها من زمان وخلصوها. انما اللي مش مفتوح عندهم خلاص يعتبر خلاصوا مهمات الاسبوع الرابع. اه وهيدخلوا في يعني كمان يوم او يومين في الاسبوع الخامس. فمحتاجين انهم يشوفوا المهمات قبل ما يدخلوها يعني. اتمنى ما يكونش طولت عليكم. وفي اه فيه كود انا هنزله لكم. اه في الفيديو اللي جاي. هعملكم يعني فيديو مخصوص للفوتشر كود ده. اه تشحنوا بي تشحنوا بي تلتمية وعشرين يوسي. تمام? اه مش احرق الفيديو بس يعني الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه فوتشر كود. اه تشحنوا بي تلتمية وعشرين يوسي. تمام? مش هتقول عليكم اشوفكم على الاخير ان شاء الله. باي باي.